بسم الله والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد رسول الله رب نفتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين حضرات المشاهدين الأكارم سيداتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجعل من هذه السنة المباركة السنة الهجرية سنة خير وسؤدد وجمع للشمل وانشراح للصدور وتحقيق للأمال والأهداف سيدي يا رسول الله المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت بل أنت اليد البيضاء ما جئت بابك مادحا بل داعيا ومن المديح تضرع ودعاء ما أجله من حدث هذا الذي غير مسار التاريخ بل مسار الإنسانية قاطبة هو أعطى للناس درسا في التأكيد على حقيقة ثابتة وهي أن الحق يعلو ولا يعل عليه وأن الله سبحانه عندما يتولى أمرا أو يشد أزر رسول فإنه بحول الله سيبرغ أهدافه وسيخرجه من ظلمات الشرك وتآمر المتآمرين وكيد الكائدين إلى لحظات النصر والعز كانت حضرات المشاهدين الأكارم كانت حديثة الهجرة في واقع الأمر حديثة كبرى في تاريخ الإنسانية بل في تاريخ مسيرة رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي بذل الجهد للقضاء على الشرك ولتوحيد الناس ولإخراجهم من الظلالة ومن الاستعباد ومن القهر إلى الأخوة والسماحة وتسامح ووحدة الله لغير والاعتزاز به والاعتداد لكنه صلى الله عليه وسلم وجد من خصومه وكانوا كثرة خصوم هؤلاء الذين تمكنوا من الأرض ثراءا وجاها وقوة قبلهم النبي صلى الله عليه وسلم بقلة من العدد لكنه كان يسر على أن يبلغ رسالته لقول الله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين صدع النبي صلى الله عليه وسلم برسالة الإسلام رسالة التوحيد ولكنه بقي بمكة المكرمة ثلاثة عشر عاما وكأني بنبوءة ورق ابن نوفل عندما قال له في أول قصة بدء نزول الوحي وهي إشارة سبقت لنا الإشارة إليها في حديث سابق أشار عليه بأن قومه سيخرجونه من مكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال نعم لم يأتي رجل بمثل ما جئت به إلا عوديا وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤذرا هنا جاء قوله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين جاءت اللحظة اشتد الأمر على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاقت عليهم السبل بما رحبت لكنه عليه الصلاة وسلام من رحابة الصدر قدم صحابته على نفسه فكانت الهجرة الأولى والثانية إلى العبشة وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه الله يشده كل أجرة صحبه رسول الله كما أخرجك ربك من بيتك بالحق أن يتم تفكيره عليه الصلاة وسلام في مغادرة أحب أرض الله إلى الله مكة المكرمة هاته التي عايشها وعاش فيها وصارع الظلم والظالمين والشرك والخذلان والنفاق فجاء الإذن بمغادرته صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة حاول مع أهل الطائف لكنهم صدوه أكثر من صدود أهل مكة ثم جاءت الرحلة إلى المدينة المنورة ويخرج النبي عليه الصلاة وسلام ثاني اثنين وكانت لحظة عجيبة جدا معاشر النظارة الأكارم تصوروا المشهد خصومه يتربصون به ويقررون قتله ويتجمعون أمام بيته لتنفيذ ذلك الأمر ويخرج النبي عليه الصلاة وسلام هم أحياء وكأنهم أموات وجعلنا من بين أيديهم سدة ومن خلفهم سدة فأغشيناهم فهم لا يبصرون ويخرج النبي عليه الصلاة وسلام في اتجاه الغار غار ثور مصحوبا بالصديق أبي بكر أبا بكر الصديق ويأتي قول الله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكنته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلة وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم أنا أتوقف هنا بالطبع لا أريد أن أطيل عليكم لكن أنزل السكينة عليه محوجنا في حياتنا اليوم والعالم يعيش في خضم من الصدام ومن اختلاف الرؤى ومن ابتعاد الناس عن الحق وعن معاناة شعوب صديقة لنا وشقيقة وننظر إلى إخواننا في هذه اللحظات إخواننا المجاهدين في غزة العزة وقد حرموا من كل شيء تدمر ديارهم ويقتل أطفالهم ويحرمون من الماء والغذاء ولكن المولى سبحانه وتعالى أنزل السكينة عليهم هذا بيت القصيد في كلامي لأن المولى في هذه الآية أشار إلى أنه عمر صدر النبي صلى الله عليه وسلم رغم دقة المرحلة في السكينة وسكينة هي تمأنينة النفس هي راحة البال في لحظة صعوبة وهي ذلك الأمل ذلك النور الذي يقذفه الله في قلب المؤمن فإذا به يتحول من الخوف إلى الأمل ومن الفشل إلى العزيمة على بلوغ العدف وكان سيدنا أبي بكر حول النبي عليه الصلاة والسلام كان خائفا على الرسالة وعلى الرسول وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بالرعب الذي يشعر به أبو بكر الصديق ويقول يا رسول الله لو نظروا إلى أقدامهم لرأونا ويكون الجواب هو جواب لنا معاشر المؤمنين لأن هذه الأمة لن تنتكس ولن تسقط بحول الله أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ستبلغ أهدافها وستستعيد عزها ومجدها وتألقها يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما قولك في اثنين الله ثالثهما روعة في الواقع محوجنا يا إلادي المعاني اليوم شغلتنا أموالنا وأهلونا تكلبنا على الدنيا تكلبنا على الحياة الفانية الحقد والحسد في قلوبنا يحسد بعضنا بعضا ويكيد بعضنا لبعض بينما لو نترفع ونرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أما في شموخه وفي رفعته وفي عزته وفي تبأنينة قلبه بيجعلنا ننشرح ونعيد الأمل ونعيد التفاؤل إلى شبابنا وإلى وطننا وإلى الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها لأنها أمة لن تنهار إطلاقا بحول الله أمة عزها وشموخها في طلعتك المباركة يا سيدي رسول الله ويدخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة يثرب كانت قاتمة كانت على غاية من البؤس ومن التعامل المالي اللي فيه استغلال القوي للضعيف وفيه من الشرك وفيها من النفاق ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة تحول الوضع من الظلم إلى النور إنه نور رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها إشراقاته المباركة التي يلمسها كل مسلم اليوم شاء الله ربي يسر لنا مجددا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في روزته لندرك ذلك الشموخ وتلك الإشراقات المحمدية في كل مكان من المدينة المنورة ويدخل النبي عليه الصلاة والسلام وتكون اللحظة في وقع الأمر التي أختتم بهذا اللقاء المبارك فإذا به هو بين طائفتين بين مهاجرين وأنصار بين مهاجرين تركوا ديارهم وأموالهم وأهلهم وأبنائهم نسرة للنبي صلى الله عليه وسلم افتقدوا كل شيء وبين أنصار احتضنوهم كأني بالنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن ينشر لنا رسالة رسالة الأخوة والتضامن ما أحوجنا إلى التضامن من لهم إمكانية مادية إلى أن يعينوا الفقراء والمحتاجين من أكواننا لو تآذر بعضنا مع بعض في مجتمعنا اليوم لما وجدنا فقيرا ولما وجدنا محتاجا ولما وجدنا مؤسسة تربوية منهارة أو مؤسسة صحية كذلك لأن رسالة المواطن هو أن يصون بلاده أن يحفظ بلاده لا أن يكون أداة من أدوات دمارها وتخليبها ويأتي للقول الله تعالى ليجسم هذا المعنى في قوله سبحانه للفقراء المهاجرين شوفوا الوصف هنا العجيب الذي توقف عنده أساسا لعلّم الزمخشري في كشافة شوفوا الوصف هنا الفقراء لكنهم ليسوا بفقراء في حقيقة الأمر لأنهم أصبحوا فقراء من افتهاد قصومهم لهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورذوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بقصة ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون ما أروعه من وصف قراء ولن تبلغ أهدافها إلا في لحظة التآذر والتضامن والسماحة ويجدون في صفحة ما بيننا ويجدون في صفحة الناس المتحدة إلى هذا الدرس الذي نستمده من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوه منها وآواه غار وحمته حمامة ورقاء وكفته بنسجها عن كبوت ما كفته الحمامة الحصداء ونح المصطفى المدينة واشتاقت إليه من مكة الأنحاء كل أمر ناب النبيين في الشدة فيه محمودة والرخاء نسأل الله أن يشرح صدورنا ويتقبل أعمالنا ويجعلها سنة هجرية مباركة مليئة بالخير والنصر على سيادة رئيس الجمهورية وعلى مواطنين في الداخل والخارج وعلى الأمة الإسلامية والعربية قاطبة وعلى الإنسانية وأساسا أن ينظر بعين رحمته ونصره وتأييده إلى إخواننا أبطال غزة الميامين أبطال فلسطين الشهيدة ربنا آمنا بما أنزلت ترجمة نانسي قنقر